خلينا نروح لميجيل كاردوزو تعالوا نشوف بقى مع سعيد كده مشوار ميجيل كاردوزو التدريبي تولى مسؤولية تدريب فرق ايه لعب في الدوريات عاملة ازاي تعالوا نقود دايما يمكن يديكم فكرة عن خبرات ميجيل كاردوزو اللي انا كلمتوكم عنها في البداية فضل سعيد يمكن احنا قود دايما وحاليا طبعا مديل فني للتراجي تولى المسؤولية في شهر يناير اللي فات يعني ما بقلوش كتير لكن خلينا نقول برضو انه من بداية تولي المسؤولية في يناير حصل نقلة نوعية في مستوى التراجي قدر يزبط ويعالج مشاكل من مشاكل التراجي في بداية الموسيقى شوف احنا قدام مدرب خبير قدام مدرب عنده سيرة ذاتية قوية جدا درب اندية في مدارس مختلفة في اوروبا هتلاقي مدارس مختلفة هتلاقي ان الراجل يعني هو الجديد على افريقيا لكنه من خلال رحلته وانه راح اكتر من دوري ولعب في الارجنتين ولعب مع سلتافيجو في اسبانيا وكان مدير فاني شخطار نونت في فرنسا ريو افي شخطار في اوكرانيا وشخطار دائما ضيف دائم في دورة اقتال اوروبا وندد الريال مدريد وندد الارداء كبيرة وايك اكتنا طبعا برضو من الفرقة الكبيرة في اليوناني بالضبط فهذا التنوع اكسبه خبرة طويلة جدا تخليه يقدر يلعب بانماط خططية كتير وده اللي خليني قلت في اول حلقة وبقرارها كتير ان اهم ميزة عند الفرقة وعند الرجل ده مرنته مرنته بمعنى انه قادر ينتهج فلسفة لعب مختلفة في اي وقت فده بيصعب ده اللي انا كنت بقول عليه بقى انه من ساعة ما تولى المسئولية في الترجي لا قصة اختلفت تماما يعني هو تولى في يناير كان مشوار الترجي في البداية مش احسن حاجة وكانت ناس كتيرة جدا مستبعدة ان الترجي حتى يوصل للأدوار الاقصائية او لدور النهائي لكن من بعد ما تولى مسئولية تبتتكلم على المتشاط اللعيبة في شامبيونز ليج الليعب ست متشاط كسب خمسة واتعادل مباراة وحيدة ولم يخسر اي لقاء في دوري ابطال افريقيا منذ تولى ميجيل كاردوجو في المسئولية ويكفيه انه تفوق على واحد من الفرق المرعبة في افريقيا سون داونز هاب اياب فبالتالي عمل تحول كبير جدا جدا وقعاد شخصية الترجي اللي احنا متعودين عليها يعني احنا دايما في افريقيا يقولي ان والده والده حد كبير جدا كان دايما يقول العرب يعني اهلي وترجي وهلال يغيبوا مهما يغيبوا هيرجعوا في وقت من الوقات شخصية الاندية التلاتة دي مختلفة جدا جدا وشخصية بطولة فبالتالي الترجي فعلا عنده النقوامات دي طول الوقت عشان كده قدر في فترة وجهزة يعمل نقلة يعني هو ما احتاجش يعني انت بترسد راك دلوقتي عسل رحمد بتقول ان كان باد والميركاتو برضو والميركاتو اللي عمله يعني مش بس ميجيل كاردوزو تعالوا نسوف الميركاتو اللي عمله الترجي ونتعرف على بروفايل اللعيبة اللي انضامت للترجي في الموسم ده واللي قدر مع قيادة ميجيل كاردوزو يظهر الترجي بالشكل ده ويصل يصل المباراة النهائية طيب واضحة من عندك اه شوية ابرز اللاعبين يمكن اتكلمت عنه رودريجو اللاعب البرازيلي وساس وحسان بن غش حسان بن غش ده الجناح الايصر ده لعب مراوغ لعب جات جدا جدا في الاختراك لعب ده جزائري اه لعب جزائري محترف لعب من انطاليا سبور لعب جات جدا في التمرير وصناعة لفاكر ان فيه لعب عندهم كمان جاي من نابلي مش عارف موجود معنا في القايمة اه فيه لعب من نابلي حسام مش عارف مش متذكر اسم مجيدا حسام بس سواء لعب 19 سنة مالعبش كتير يعني مخادش مبرار كتير اه بس تتكلم على كواليتي نابلي برضو اه ويمكن اهم لعب كابتن اهم لعب اهم لعب في منظور يعني بيه لعب كتير قوي من اوروبا سعيد ومن عنديق قوي يعني من ويلنغتون من نابلي من اروكا البرتغالي يعني فيه لعبة سايبة اوروبا وجاية تلعب في افريقيا مع الترجي اخد بالك الترجي شخصية وجماهرية وفريق بعدين عدد لعب مختلفة كتير جد بالضبط برازيلي نيجيري اللجوء التوانسة والترجي للمدارسة البرازيلية كمان يعني شيء مش محترين عليه وشيء جديد واختياراتهم حقيقي يعني مدريجو في البداية كان عليها على ما تستفاهمني انه كورتو مش عالي قوي يعني لكن خططيا تقدر توظفه خواس جدا جدا وينساس برضو الجناح الايمن البرازيلي انضم هذا الموسم يمكن مشكلة الترجى كابتن احمد وانا والله بستقبل كتير من تعليقات جمهور الترجي عندي على صفحات شخصية انه بيقول ان احنا ما عندناش ميزة الاهل وهي احتفاظكم بلعبتكم يعني انا كنت كاتب في تعليم من التعليقات ان دايما بقول ان اهم صفقة ممكن قلت ده معاكتك كابتن احمد احتفاظنا بلعبتكم احتفاظ بعلي معلول مثلا يعني مثلا علي معلول ده كان لازم يلعب دور فرنسي دوري ألماني مبادري بس مين الادارة القدرة على اقناع اللعب زي ده بمشروعه لتخليه يستمر لاخر لحظة